اعرض لنا الفيديو الذي يتواجد فيه اثنان من الجو السستاني الذي سيقدم رشيد الحسيني محمد فلك وهو من وكلاء السستاني صحيح في هذه الايام انفصل عن السستاني وسحب الوكالة منه لانه تحدث بامور حقيقية وتلك الامور الحقيقية عرضت على شاشة القمر الفضائية لا شأن لنا بهذه التفاصيل فالوقت ضيق محمد فلك من الجو السستاني يقدم رشيد الحسيني من الجو السستاني ايضا ويقدمه بعنواني انه استاذنا وسيبدأ رشيد الحسيني يتقيأ هراءه وخراءه من فمه وهذا ما ستستمعون اليه كيف ينتقص من رسول الله على جميع المستويات ينتقص من رسول الله على جميع المستويات ويتحدث ولغة جسده تخبرنا عن حالة زهو ورضا عن نفسه والجمهور الخبي فرح بما يقوله هذا الحمار عن رسول الله صلى الله عليه وآله أصفه بالحمار كما وصف القرآن العلماء والفقهاء بهذا الوصف فهناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار بحسب منطق القرآن بحسب منطق الله سبحانه وتعالى رجل الدين الحمار هو الذي يحمل المعلومات ولا يفقهها ولا يعرف صوابها من خطائها يردد ما لقنا من قبل مراجعه الأغبياء الحقراء الذين هم كذابون ملعونون في أحاديث الأئمة لا أنا الذي كذبتهم ولا أنا الذي لعنتهم الباقر كذبهم ولعنهم والجواد كذبهم ولعنهم في روايات على الأقل بالنسبة لي أقطع بصدورها عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خلال خبرتي الطويلة في أجواء أحاديث العترة الطاهرة على الأقل بالنسبة لي أنا مقتنع بهذا لا شأن لي بالآخرين فأنا محجوج بعلمي ولست محجوجاً بعلم غيري أعرض لنا ماذا يقول رشيد أن لا رشيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وخصوصاً ونحن في ضيافة سيدنا السيد الأستاذ السيد رشيد لا بد أن لا نطيل في الكلام في هذا المقام فإنه كان فقير مكة هل وجاهته الاجتماعية فإنه كان يتيح يرعاه عمه أبو طالب هل كان علمه الوافر فإنه كما تنقل الآيات وتفسر وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب إذن ما الذي جعله أن يكون بهذه المرتبة العظمى ونبي الأنبياء وخاتم الرسل ما الذي جعله للأموال للعلم للجاه وللعشيرة ولأي نحو من هذه الأنحاء إذن يبقى شيء واحد هو الذي رشحه أن يكون نبيا وهو أنك لعلى خلق عظيم خلق النبي مناقبه أخلاقه هراء في هراء في هراء إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله على جميع المستويات يتحدث عن فقر رسول الله رسول الله كان غنياً ربما في مقطع زماني لم يكن يمتلك يمتلك الأموال الكثيرة جداً لكنه كان يمتلك أموالاً ولذا ولذا كفل تربية أمير أمير المؤمنين بدلاً عن أبي طالب لأن النبي كان يمتلك أموالاً 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 الكثيرة فقد وصلت إلى يده قبل البعثة من خلال خديجة صلوات الله عليها وخديجة كانت غنية جداً فإذا مر زمان على النبي لم يكن يمتلك الأموال الكثيرة جداً حتى لو صدق عليه وصف الفقير فإن هذا الوصف لم يبقى موجوداً بعد أن صارت أموال خديجة بتمامها وكمالها بيده وخديجة أم فاطمة صلوات الله على فاطمة وأمها أموالها قدمتها منذ اليوم الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله نحن إذا قرأنا القرآن في سورة الضحى في الآية الثامنة بعد البسملة ووجدك عائلاً عائلاً محتاجاً ووجدك عائلاً فأغنى صار غنياً فحينما صار غنياً فلماذا نصر على وصفه بالفقر يعني أنا أسأل رشيد الحسيني لما كان خلق معمم ما يسواله إنها لم قطع بقم وكان وكان في حالة اجتماعية متواضعة لكن لما رجع إلى العراق بعد 2003 وصار طاغوتاً عبر عمار الحكيم عبر ومحمد الرضا السيستاني صار طاغوتاً صار يملك الأموال طائلة فهل يوصف بنفس الوصف الذي كان عليه رشيد في مدينة قم ما تغيرت الأحوال الدنيا تتغير لماذا هذا الإصرار من قبل رشيد هذا ومن قبل غيره على وصف رسول الله بالفقر عبد المطلب كان غنياً جداً وهو عاش في كنف جده عبد المطلب وعبد المطلب وفر له الأسباب وما كان رسول الله فقيراً إلى ذلك الحد الذي يحاول هذا وغيره أن يصف رسول الله بهذا الوصف الذي لا يتطابق مع الواقع وحتى إذا افتردتم طباقه في مقطع زماني فإن القرآن قد نفى هذه الصفة عنه ووجدك عائلاً فأغنى الذي أغناه هو الله ووجدك عائلاً فأغنى صار غنياً فلماذا يصف بالفقر وحالة الغنى هذه كانت لرسول الله قبل البعثة منذ أيام شبابه تزوج خديجة في أيام شبابه أما إذا أردنا أن نذهب إلى الوجه العميق في التعبير القرآني في سورة التوبة في الآية الرابعة والسبعين وَمَا نَقَمُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ الْإِخْنَاءُ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَرَسُولِهُ وَرَسُولُهُ فَحَالَةُ الْغِنَاءُ الَّتِي كَانَتْ عند خديجة هذا هو أصلها وَمَا نَقَمُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ مَنِ الَّذِي أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَرَسُولُهُ معطوفٌ على الله أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ فَرَسُولُ اللَّهِ هو وَلِيُّ النِّعَامُ هكذا نُسِلِّمُ عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النِّعَام وهكذا نُسَلِّمُ عليهم من أنهم خُزَّانُ العِلْم وَنَوْعٌ من العِلْم الذي يحتاجه البشر يتوقف على القراءة والكتابة ولذا فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون كيف كان يعلم محمد صلى الله عليه وآله الناس يعلمهم الكتاب والحكمة كيف يعلمهم الكتاب والحكمة وهو لا يحصن القراءة والكتابة ولذا يقولون عن الذين يعتقدون بهذه العقيدة من أنهم كذابون وما العنون هذا المنطق الذي يتحدث به هذا الأخبر منطق يسيء لرسول الله في جميع الاتجاهات ينتقص من مقامه الاجتماعي ومحمد كان من سادة الناس في ذلك الوقت لو لم يكن من سادة الناس لما كان له من كلمة مسموعة عند قريش كلمته كانت مسموعة عند قريش فله المكانة الاجتماعية العالية وكان غنيا ولم يكن أميا يا غبران يا الثولان يا مراجع النجف كذابون أنتم ملعونون بحسب كلمات الباقر والجوادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق الجزء الأول باب رقم 105 العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه وآله الأمي الحديث الثاني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه السائل يقول له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فماذا يقول كذبوا لعنهم الله وفي الحديث الأول السؤال هو هو يوجه إلى إمامنا الجواد فماذا يقول كذبوا عليهم لعنة الله هذه الأحاديث تنطبق على هؤلاء الثولان أو لا ماذا تقولون أنتم هؤلاء الذولان كذبوا عليهم لعنة الله أو لا هذا حديث الباقر وهذا حديث الجواد وهؤلاء مراجعكم وهؤلاء خطباءكم وهؤلاء المبلغون الذين تأخذون دينكم عنهم كذبون ملعونون من هنيانكم بهذه المرجعيات صخاموا الصقم وجوكم يا أيها الشيعة يا شيعة العراق ذول مراجعكم عند الأئمة كذبون وملعونون وذول وكلاهم وخطباءهم الهتلية أنتم ما تقبلون أقول عليهم هتلية الأئمة يقولون عنهم كذبون عندي عندي اثنين شهود الشاهد الأول محمد الباقر والشاهد الثاني محمد الجوات عندي اثنين شهود يقولون ذول كذبين او منعوني ذول هم مراجعكم هذا هو السيستاني وهذا الكلام ليس خاصا بسيستاني ما مر علينا في محمد باقر الصدر وهو هو عند الخوئي وهو هو عند محمد الشيرازي وهو هو عند محمد حسين فضل الله وهو هو عند الطباطبائي وهو هو عند الطبرسي في مجمع البيان وهو هو عند محمد جواد مغنية في الكاشف في كل تفاسير الشيعة في كل تفاسير الشيعة كذبوا كذبوا عليهم لعنة الله هذه كلمة امام الجوات وهذه كلمة امام الباقر كذبوا لعنهم الله صار وقت اذان العشاءين وصلاتهما وشيكا نذهب الى هذا الفاصل وبعد الفاصل اعود اليكم حياكم الله قبل فاصلي اذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت قد عرضت بين ايديكم فيديو يتحدث فيه رشيد الحسين حيث يسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وآله يتقيأ قذارات مراجع النجف من الخوء ومحمد باقر الصادر والسستاني والبقية حيث ينسب الجهل لرسول الله صلى الله عليه وآله من أنه ما كان يحسن القراءة والكتابة مع حديث مشحون بسوء الأدب عن عدم الوجاهة الاجتماعية عن فقر رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن يحدثنا عن غناه هذا منطق مشبع بالذائقة الناصبية القذرة والتي تهيمن على واقع النجف مع ملاحظتي أنني لا أقول أن رشيدا هذا وأمثاله لا يحبون أهل البيت هؤلاء شيعة يحبون أهل البيت ولكنهم على منهج الناصبي إنه منهج مرجعية حوزة النجف هذا هو المنهج الناصبي الذي أتحدث عنه وملامحه واضحة بين أيديكم الرجل يتحدث عن أخلاق رسول الله وهو لا يحسن قراءة الآية القصيرة التي تتحدث عن أخلاق رسول الله الآية التي قرأها من سورة القلم وإنك وإنك بكسر همزة إن وإنك لعلى خلق عظيم جناب الأغى متحضر وجاء للاحتفال وحاصر الحديث كل في مسألة الأخلاق ويقرأ الآية بشكل خاطئ قرأها هكذا أنك أنك وليس إنك قد يقول البعض هذا الأمر ليس مهما جدا هذا الأمر ليس مهما جدا إذا كان حالة طارئة ما أنا أقع فيه وغيري يقع فيه كلنا نقع في هذه الأخطاء والإجتباهات لكن لا أن يكون المضمون مخالفا لآل محمد وأن تكون القراءة ليست صحيحة وأن يكون الحديث مشحونا بسوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله والقضية ليست مرتبطة بهذا المجلس حاله على طول الخط كذا هذا الرجل حاله على طول الخط هكذا وهذه القضية ليست خاصة به إنما أتحدث عنه لأنه المبلغ الرسمي للسيستاني والسيستاني بالمناسبة ما عنده ولا واحد بخير ياه اللي يجيبه يجيبه صقاط إذا كان من المعممين كلهم صقاط وإذا كان من السياسيين كلهم صقاط جيبوا لمعمم واحد من معممي السيستاني بخير لو ما يعرفون يقرون الفاتحة لو من يقوم يحتي قوم يمسلت أو أنه يتقيأ فكرا ناصبيا على طول الخط أي معمم يجيبه السيستاني معمم صقاط وأي سياسي يجيبه السيستاني سياسي صقاط والواقع والواقع أمامكم لا أحتاج إلى أدلة الواقع السياسي منذ 2003 وإلى الآن هو بيد السيستاني الأكراد عدهم سياسي صقاط بس عدهم سياسي 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 إذا ما ظهروا على الشاشة أو قاموا بالعمل على أرض الواقع ينتجون إنتاجا جيدا السنة كذلك عندهم عندهم بعض من الشخصيات ونحن في واقعنا الشيعي عندنا لكن في الجو السيستاني ما كو بس صقاط وين ما كو عطا حظ صقاط هتلي يجيبه السيستاني شبيه الشيء منجذب إلي هذا واقع المرجعية السيستانية على مستوى العمائم وعلى مستوى السياسيين وهذا الميدان يحمي دان الواقع أمام أعيننا نحن نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا ولا أعتقد أن القضية تحتاج إلى إثباتات لأنها واضحة وضوح الشمس رجاء أعيد بث الفيديو وخصوصا ونحن في ضيافة سيدنا السيد الأستاذ السيد رشيد لا بد أن لا نطيل في الكلام في هذا المقام ما فإنه كان فقير مكة هل وجاهته الاجتماعية فإنه كان يتيب يرعاه عمه أبو طالب هل كان علمه الوافر فإنه كما تنقل الآيات وتفسر وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب إذن ما الذي جعله أن يكون بهذه المرتبة العظمى ونبي الأنبياء وخاتم الرسل ما الذي جعله للأموال العلم للجاه ولا العشيرة ولا أي نحو من هذه الأنحاء إذن يبقى شيء واحد هو الذي رشحه أن يكون نبيا وهو أنك لعلى خلق عظيم خلق النبي مناقبه أخلاقه أما ما يقوله المبلغ الرسمي الديني للسيستاني رشيد الحسيني عن أمير المؤمنين ستشاهدونه وتستمعون إليه بالصوت والصورة في هذا الفيديو حيث يحدثنا عن شيطان يعتري أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حالة هي عند قتلة فاطمة عند أعداء فاطمة نقلها إلى سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه الذي أطلبه منكم برجاء ولطف أن تدقق في لغة جسده فهو معتقد أشد الاعتقاد بما يقول صحيح اعتذر عن هذا الكلام وسأعرض لكم اعتذاره كاملا أنا لا أريد أن أدلس عليكم أنا لا أريد أن أخلط الأمور عليكم سأقدم لكم في هذه الحلقة الفيديو الذي نشره يعتذر فيه عن قوله هذا ولكن بعد سبع سنين بعد أن ارتفعت الأصوات ضده نحن الآن مع الفيديو الأول أتمنى عليكم أن تدققوا في لغة جسده كي تقارنوا مع لغة جسده في فيديو الاعتذار وهو يمثل تمثيلا قارنوا بين الحالة الطبيعية لرشيد الحسيني وهو يتحدث عن أمير المؤمنين في هذا الفيديو وقارنوا مع الحالة التي هو عليها يمثل تمثيلا واكتشفوا أين يكون الصدق أنا سأحدثكم عن قناعاتي لكنني لا أفرض قناعاتي على أحد أنتم أنتم تملكون عقولا وتملكون بصرا وسمعا دققوا فيما سيعرض بين أيديكم أعرضوا لنا الفيديو الأول نحن في حرب نحن في جبهة داخلية كل واحد من عندنا حتى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم حتى علي بن أبي طالب يقول إن لي شيطان يعتريني شيطان يعني شنو نفس أمارة بالسو ولكن روضته روضته سويت له أدبته هذا الشيطان بعد ما يجي عليها أدبته خليته بعد ما يجي وصور به رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في لغة جسده كي يقارنوا بعد ذلك مع لغة جسده في فيديو الاعتذار نحن في حرب نحن في جبهة الداخلية كل واحد من عندنا حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى علي بن أبي طالب يقول إن لي شيطان يعتريني شيطان يعني شنو نفس أمارة بالسو ولكن روضته روضته سويت له أدبته هذا الشيطان بعد ما يجي عليها أدبته خليته بعد ما يجي وصور به الكلام كله كذب في كذب في كذب لا حقيقة له أساسا من أوله إلى آخره شاهدتم لغة جسده هو معتقد بما يقول هو لا يكذب على الذين يخاطبهم هذه هي عقيدته فهو هكذا يتكلم بإصرار ووضوح هذا لا يعني أن الإنسان لا يخطئ ولا يشتبه الذين يتحدثون على المنابر وفي وسائل الإعلام كما يفعل هو وكما أفعل أنا الذين يتحدثون للناس يقعون في الأخطاء نحن لسنا معصومين لا رشيد الحسين معصوم ولا أنا معصوم ولا أنتم كذلك في حالة من العصمة نحن جميعا لسنا معصومين لا رشيد الحسين ولا أنا ولا أنتم هناك معصوم واحد هو الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأنا لا أريد أن أتصيد على رشيد هذا فرشيد هذا لا قيمة له عندي الذي الذي جرني للحديث عنه أن السستانية أخرس أبكى صاموط لا موت يتكلّم عبر هؤلاء وإلا فهذا لا قيمة له عندي لهو من أهل العلم لهو من أهل الفهم لهو من أهل الثقافة لهو من أهل الفكر هو لا يحسن أن يتكلم إذا قرأ الآيات لا يقرأها بشكل سليم وحتى حينما يتكلم يخالف قواعد العربية على مستوى اللغة على مستوى الصرف على مستوى النحو لا أتحدث عن أخطاء هنا وهناك ما أنا أقع في هذه الأخطاء وكل الذين يتحدثون خصوصا بحديث مباشر في بث مباشر أو على المنابر في مواجهة مباشرة مع الناس يقعون في الأخطاء والاشتباهات لكن أن يكون هذا الحال على طول الخط هذا هو الشيء المعيب الذي عليه هذا الرجل وسأشير إلى بعض الأمثلة والنماذج من ذلك حينما كان يتحدث عن رسول الله كان يتحدث بعربية بائسة لكنني لا أجد وقتا كي أشير إلى أخطائه اللغوية والصرفية والنحوية وإنما أشرت على سبيل المثال إلى الآية التي جاء بها أساسا لكلامه ويتحدث عن أخلاق رسول الله قرأها بشكل الخاطر فأشرت إليها على سبيل المثال سنذهب إلى اعتذاره لكنني أتمنى عليكم أن تدققوا جيداً في هذا الفيديو ربما لا أجد وقتاً لإعادته عليكم لأن الفيديو ليس قصيراً الفيديو طويل ولأجل الأمانة الإعلامية والعلمية إنني سأعرض لكم الفيديو بكامله قطعاً القضية مرتبة وهذا من حقه فحينما انتشر الفيديو الذي يسيء فيه إلى أمير المؤمنين شنت عليه حملة على الإنترنت وسبوه كثيراً الرجل يريد أن يدافع عن نفسه وهذا من حقه فلذا رتب هذا الترتيب أن اتصل متصل بالبرنامج الذي يقدمه وهذا المتصل قطعاً كان قد اتفق معه ويبدو عليه من لغة جسده ومن نظرات عينيه كان منتظراً لهذا السؤال ولذا حين أجاب أجاب وهو قد رتب جوابه وهيأه واختار كلماته كما يعتقد هو اختارها وانتقاها بشكل مدروس كي يرد على الذين قالوا ما قالوا عنه بعد أن انتشر الفيديو الذي أساء فيه إلى أمير المؤمنين رجاء اعرضوا لنا الفيديو اتصال من الأخ أبو محمد من النجف تفضل عزيزي سلام عليكم دكتور عليكم السلام رحمة الله أهلا وسهلا عندي سؤال يام سمحت السيد رشيد الحسين تفضلوا سلام عليكم سيدنا وعليكم السلام رحمة الله سيدنا سيدنا قبل يومين أو ثلاثة يام أو أربعة يام انتشر مقطع فيديو أنه أنتم ذكرتم شيء عن أمير المؤمنين عليه السلام وأثار كلام وأثار لغة وكذا فياري سيدنا تبينونا الواقع أو الحقيقة الله يحفظكم إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله سيدنا الأخ أبو محمد من النجف يقول أن هناك حديث لك أثيرة حول ضوضاء و أحسنت في الواقع دكتورنا الكريم مشكلة الإنسان مشكلة الإنسان العادي أنه ليس معصوما خصوصا إذا كان في موقع كلام وبث مباشر أو حضور فقد يغفل عن طرح أمر أو نسبة شيء مثلا يقول عن رسول الله وليس عن رسول الله عن مثلا جعفر الطيار أو عن شخصية أخرى هذا سبق اللسان في كثير من الأحيان يقع وهو أمر طبيعي يعني الإنسان على حال مبتلا بالغفلة مبتلا بالنسيان مبتلا بال على حال التسرع وهذا في الواقع إذا أردنا أن نحاكم الناس على كل ما يقولون بهذا الحذافير فلا يسلم أحد فلا يسلم أحد وقلت لأحدهم لو نحن نريد أن ننبش عن كل أحد ماذا يقول وماذا كذا لما سلم حتى أفقه الفقهاء في تاريخ المسلمين السيد الخوئي الله يرحمه لو نريد ننبش هناك قضايا ومشاكل لأنه بشر والبشر بحسب طبيعته يشتهد ويتعب ويحقق ولكن على حال يخطأ زلات موجودة يعني طبيعة ما هي قضايا على حال موجودة والعصمة لأهلها نعم وأنا في الواقع كنت هذا طبعا الكلام قبل سبع سنوات يعني ليس شيئا جديدا ولكن عملية التنبيش هذه الأيام كثيرة محبوك كثر سيد ينبشون وكذا فيريدوا أن يضربوا شخصا فلابد أن يقولوا شيئا يثيروا الدفائن ويثيروا الأشخاص في الواقع كان كلام على أنه كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان ونحن حتى عندنا في القرآن يوسف النبي يقول وما أبرؤ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إبراهيم الخليل فيما يرتبط بذبح ولده إسماعيل هناك من الآيات والروايات تدل على أن إبليس تجسد أمامه بثلاث مرات ويمنعه من ذبح ولده وهو كان يرميه بمن؟ بالحصيات التي هذه الجمرات الثلاثة التي صارت من شعائر حال إسلام وغيرها من المسائل وعندنا روايات معتبرة في الكافي وغير الكافي تشير إلى أنه الشيطان يوسوس لأولياء الله يوسوس ولكن أولياء الله المخلصين أولياء الله المتقين أولياء الله المعصومين لا يؤثر وسوسة الشيطان فيهم وأنا في الواقع خطأي وين خطأي أنه جئت بمقولة أبي بكر فخطأا وسبق لسان ولكن كلامي الآخر وهو وما بلي إنما هي نفسي أروضها بالتقوى يبين على أنه لا أريد بهذا التعبير أن أمير أونين ماذا قد اعتراه الشيطان إذا اعتراه الشيطان كيف يروضها بالتقوى إنما هي نفسي أروضها بالتقوى يعني هناك حالة من الرياضة التي أنا مسيطر مسيطر على نفسي فإذا مسيطر على نفسي يعني ماكو شيطان يعتريني فإذا هناك خطأ خطأ مني وأنا أعتذر إلى أمير رموني صلى الله عليه وسلم وأنت الآن توضعه أحسنت فأين المشكلة المشكلة أن المتربصين والذين في الواقع يريدون أن يضربوا تشوفوا بياناتهم بعضهم ضرب للمرجعية ضرب للعمامة ضرب للنجف يا نواصب يا كذا في حين أيها الأحبة إذا كنت أنا مشتبه فأنا مشتبه فلماذا تضربون المرجعية الدينية لماذا تضربون العمامة الشيعية في يظهر هناك أجندات وهناك أشخاص يدفعون بهذا الاتجاه ونحن بشكل عام نقول أيها الأحبة أيها الأحبة آلاف آلاف البرامج والمحاضرات أقول آلاف وأنا عندي إحصائيات دكتور خلالها الخمسة عشر سنة آلاف اللقاءات ولكن هذه الآلاف المؤلفة من اللقاءات والمحاضرات والبرامج لا يمكن الإنسان أن لا يسهو ولا يخطأ وسبحان من لا يخطأ فنحن من كلامنا الذي فيه الكثير من معارف أهل البيت ولا يزاودني أحد ولا يزاودني أحد على ولاية الأمير المونية صلى الله عليه وسلم وأنا أعتبر أن ولاية أمير المونية صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وأي خلل في عقيدتنا بشأن أمير المؤمنين هو خلل في إيماننا بالإسلام والرسول الله هذا لا أحد يزاودني عليها ولكن لما يذهب الذباب الألكتروني والبشر إن صح التعبير إلى أن يذهب وينبش هذه في الواقع أقلموا إعلموا ليس فيه هناك ليس هناك لا تقوى ولا أغراض سليمة علي يقول واحد هذا اللي يجيبث وينشر هذا يريد يصطح الدين لا هذا يريد يحطم يحطم المرجعية يحطم الحوزة لأن هم في بياناتهم يربطون هذه الأمور أيها الأحبة نحن لا بد أن ننبه الناس من أن هناك حملة شعواء ولو الإنسان خطاء والخير الخرطائين توابين هذا واضح أما أن نصر على أن هذا ناصبي هذا كافر هذا ليس من شأن المتدين ونحن مؤمورون على أن نحمل فعل أخانا المسلم على سبعين محمل أنت إذا متدين يا من تروج رسالتي إليك يا من تروج إذا أنت متدين فحمل أخاك على سبعين محمل أنت محمل واحد ما حملته وتعتبر هذا ناصبي وتعتبر هذا زنديق ولا بد أن كذا على حال الله هو العاصم والهادي سيدنا حقيقة نحن وصلنا إلى فاصل أنا كان في ذهني أن أسأل سؤال بما تفضلت به قبل قليل من إجابة وافية وكافية لمن حقيقة لمن يريد جوابا وليس عنادا لمن يسأل مستفهما وليس معاندا أن نحن في مجال البحث العلمي وفي مجال الخطابة في مجال إلقاء محاضرة أمام جموع أمام ناس أمام طلاب يعني نسهو نخطئ ما المطلوب أكثر مني إذا أنا اليوم إذا نبهني شخص وقلت والله كان هذا من عندي سهوة خطأ وجزاكم الله خير فماذا يبقى علي ماذا يترتب علي أحسنتم أكو مشكلة دكتور بعض الأحيان إنسان من يخطأ نعم ويقول شيء منحرف ويصر على انحرافه يصر على كلامه هذا إحنا نعتبره هذا معاند ولازم نتعامل معه تعامل خاص نعم أما إذا نبهت شخص تنبشت ونبهت يا أبا ترى هذه نسبتك مو صحيحة جزاكم الله خير نبهتوني وأنا أعتذلني أميرونين يا أميرونين أنا ترى سبق اللسان صار وأنا هذا في الواقع ماذا تريد أكثر من ذلك حتى أنه تتهم الإنسان في أرضه في دينه في إسلامه ناصبي وهذا كذا هذا في الواقع يظهر من هذا من هذا الإلحاح يظهر أنه لا يريد تنبيه الإنسان إلى خطأه وإنما يريد تكسير الإنسان ونحن في الواقع نقول إذا كان علينا أولا نشكر الأخ الذي نبهنا على الخطأ ونقول أيها الناس ترهي مقولة لأبي بكر وليس لعلي وثانيا أميروني صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار كلهم معصومون ولكن لا إشكال ولا ريب هم ماذا أيضا الشيطان لا يدعي أولياء وإنما على أي حال ولكن هم بقوتهم يروضون أنفسهم على التقوى يروضونها على العمل الصالح ونحن نشكر الذي دبهنا ولكن لا يعني أنه تحكمون على الشخص بأنه معاند وعلي حال ناصب نعم ماذا تقولون أنتم هذا الاعتذار جاء بعد سبع سنوات فهل هو اعتذار لأمير المؤمنين أم هو اعتذار للناس لا أريد أن أبحث في هذه القضية ربما كان غافلا لم يكن ملتفتا وهذه حالة طبيعية عند الجميع عندي وعنده وعندكم وعند الآخرين لكنه في آخر الفيديو رجع وأيضا سلط الشياطين على الأئمة لكنهم بقوتهم يتخلصون من هؤلاء الشياطين لا أريد أن أقف عند هذه النقطة أيضا لكن حينما يقول أحملوني على المحمل الحسن أنا كيف أحملك على المحمل الحسن وأنا أعرف أنك تؤمن بقاعدة البهتان رجاء أن أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رشيد الحسين عن البهتان وعن الكذب والإفتراءات على الذين يختلفون معه يختلفون مع المرجعية وكيف أن الخوئ أن النجف أن مراجع النجف يصدرون الفتاوى بجواز الكذب والإفتراء على الآخرين لأنهم يختلفون معهم هم يضعون هذا تحت عنوان البدعة والابتداء وأمثال ذلك في الحقيقة هي هذه يجوزون الإفتراء والكذب على الذين يختلفون معهم وإن كانوا على الحق القضية ما هي بحق أو باطل القضية هل أن هذا الشخص يؤثر على مناصبهم على أمواله على تضليلهم للناس على ضحكهم على الذقون أو لا إذا كان يؤثر فإنه يجوز لك أن تواجهه بكل الأساليب ويجوز لك أن تكذب عليه وأن تفتري عليه مع ملاحظة أن العلامة الكبير رشيد العسيني لا يحسن تلفظ كلمات الرواية التي يكررها على المنبار فهو لا يحسن لفظ لفظ المباهة أو أن تبهته دقق في ألفاظه هو لا يحسن ألفاظها ومع ذلك يصدر الأحكام بجواز الإفتراء والأكاذيب على الذين يختلفون مع المرجعية ومع الحوزة فأنا أقول لشيد العسيني فكيف أحسن الظن فيك وكيف أحملك على المحمل الحسن أعرض لنا الفيديو العمامة والمعمم العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس يحترم الدين يحترم التقوى يخاف الله في سلوكياته في تعامله في قوله وفعله أما العمامة التي تفرق الأمة العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة هذه العمامة لابد أن تسقط لذلك عندنا روايات روايات عندنا وعندنا مسائل شرعية أيضا يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام إذا رأيتم أهل البدع فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات هؤلاء لابد من مقاومتهم وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم مباهتهم يعني النبهتهم نبهت يعني شنو مولانا يسألون السيد الخوئي سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب بإسم الدين يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين يجوز أن نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي نقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي يعني شنو يعني بهتان نبهته نبهته يعني نكذب عليه السيد الخوئي يقول باسمه تعالى نعم يجوز مباهتهم النبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم أهل البدع أهل الضلالة أصحاب المدارس الفاسدة أصحاب الرؤاء المشتت والمفرقة للأمة هؤلاء لابد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم واقع هكذا الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم يقول باهتوهم باهتوهم لألا يطمع فيهم الضعيف الناس الضعفاء الناس البسطاء الناس السذج الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهرة وعمامته وضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار ما داره تأخذ الهيبة الإمام الصادق يقول باهتوهم لألا يطمع فيهم الضعيف الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويرخضون وراهم ويتبعوهم هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي مراجح ثولان يفهمون معنى المباهة بهذه الطريقة أن نواصب هكذا فهموا المباهة المباهة عند محمد وآل محمد كما في قرآنهم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت إنه النمروت الطاغوت في زمان إبراهيم وأنا أقرأ عليكم من سورة البقرة إنها الآية الثامنة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم محاججة نقاش ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك هو النمروت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت ولما سأله إبراهيم كيف تفعل ذلك قال أخرج إثنين من الحبس ممن حكمت عليهما بالإعدام بالموت فأطبق الحكم على أحدهما وأعفو عن الآخر فأنا أحي وأميت فإبراهيم ما أراد أن يطيل معه الحديث وإنما أراد أن يبهته أن يباغته المباهة المباغة أن يباهته باستدلال قاطع كاسر قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر بهت الذي كفر لأن إبراهيم باهته أقام عليه حجة لا يتوقعها مثل ما أفعل أنا مح مراجع النجف في برامجي أقيم عليهم حججا تصك وجوههم ولا يحيرون جوابا هذه هي المباهة يا ثولان يا غبران يا مراجع النجف يا السفهاء يا من تفترون على محمد وآل محمد الأكاذيب والإفتراءات تأتوننا بفقه النواصب وتضحكون على الشيعة الحمير مثلما يضحك هذا الحمار على الحمير من الشيعة هو لا يستعي اسم الزهراء فوق رأسه وهو في حضرة أمير المؤمنين هذا الحديث في حضرة علي لا يحسنوا لفظ المباهتة وأن يبهتهم ما استطاع مرة واحدة أن يتلفظها بشكل صحيح وهو صاير للأخ علام وهو خطيب ويحدث عن الخوئي وعن مراجع النجف الأغبياء الذين لا يفقهون القرآن ولا يفقهون حديث العترة الطاهرة المباهتة هي هذه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما استطاع أن يجيب باهتوهم باهتو أصحاب البدع بالحجج القوية كما أفعل أنا مع أصحاب البدع في النجف هم أصحاب البدع أنا أتحدث عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وأتحدث عن أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم أما أولئك الغبران فدينهم جاءوا به من الشوافع ومن المعتزلة ومن الصوفية ومن القطبية ومن كل مكان وأنكروا تفسير علي وآل علي لقرآنهم وكذبوا أحاديثهم فهم أصحاب البدع وهم أصحاب الضلال ونحن بحاجة إلى أن نباهتهم إننا نباهتهم بالحقائق إنني أسك بها وجوههم وعقولهم فيعودون في حيرة من أمرهم لا يستطيعون جوابا هم في حالة عين لا يتمكنون من الكلام في مواجهة هذه الحقائق هذه هي المباهتة في ثقافة القرآن وثقافة العترة الطاهرة هل تتوقعون أن الأئمة يأمرون شيعتهم أن يكذبوا على الآخرين حتى لو كانوا من أصحاب البدع فالإمام باب هداية يمكن أن أصحاب البدع يعودون إلى الإمام إذا وجدوا الإمام يأمر الشيعة أن يفتروا عليهم وأن يكذبوا عليهم وأن يتهموهم بأشياء ما فعلوها أفليس الإمام هنا يسد باب الهداية بوجوههم فهم يعرفون أنفسهم أنهم ما فعلوا هذا فكيف يأمر الأئمة بذلك؟ أصحاب البدعي يعرفون أنفسهم أنهم ما فعلوا هذا وهم يشاهدون الأئمة يأمرون أصحابهم أن يتهبوهم بأشياء ما فعلوها فكيف يكون الإمام باب رحمة وباب هداية وكيف يكون حجة إلهية مطلقة هذا يعني أن الإمام عاجز عن مواجهة هذه البدع هؤلاء مراجع النجف السفلة يعجزون عن مواجهتي ومواجهة أمثالي فيلجأون للكذب عليه ويلجأون الاتهام بكل الاتهامات ما هذا هو ديدنهم ديدن السفلة والعواهر ما أنا قلته مرارا قلت هذا منطق الإقحاب القحبة تتهم جارتها الشريفة بكل قبائحها هذا المنطق ما هو منطق أئمتنا هذا منطق إقحاب حتى لو كانت فتاوى المرجعية قد صدرت بتأييده هذا منطق إقحاب وهذه فتاوى إقحاب أو هتلية منطق القرآن هذا ومنطق علي وآل علي هو منطق العفة والصدق والكرامة والأمانة في الروايات عندنا أن نقاتل علي لو استأمن الأئمة أمانة فإنهم سيكونون أمناء أمناء معه لا لأن قحتل علي له كرامة هم أصحاب كرامة الكرامة كرامتهم والأمانة والأمانة أمانتهم هذا هو الذي لا بد أن يكونوا عليه أما قتل علي لا كرامة له قتل علي لا يجب علينا أن نكون أوفياء معه بلحاضه هو هو من حيث هو هو أما من حيث أئمتنا من حيث تعاليمهم من حيث دينهم فذلك شأن آخر أدب أئمتنا هو هذا أما هذا هذا أدب كرام هذا رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن ينصتوا بدقة إلى ما يقول هذا المخبول العمامة والمعمم العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس يحترم الدين يحترم التقوى يخاف الله في سلوكياته في تعامله في قوله وفعله أما العمامة التي تفرق الأمة العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة هذه العمامة لابد أن تسقط لذلك عندنا روايات روايات عندنا وعندنا مسائل شرعية أيضا يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام إذا رأيتم أهل البدع فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات هؤلاء لابد من مقاومتهم وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم مباهتهم يعني أن نبهتهم نبهت يعني شنو مولانا يسألون السيد الخوئي سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين يجوزنا نكذب عليا ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي نقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي يعني شنو يعني بهتان بهتان نبهته نبهته يعني نكذب عليا السيد الخوئي يقول باسمه تعالى نعم يجوز مباهتهم النبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم أهل البدع أهل الضلالة أصحاب المدارس الفاسدة أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة هؤلاء لا بد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم واقع هكذا الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلامه عليه يقول باهتوهم باهتوهم لألا يطمع فيهم الضعيف الناس الضعفاء الناس البسطاء الناس السذج الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ تاخذ الهيبة الإمام الصادق يقول باهتوهم لألا يطمع فيهم الضعيف الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويرخضون وراهم ويتبعوهم هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي هي هذه المناشئ والأسس التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي مناشئ الإكحاب منطق الإكحاب هو هذا الذي يبنى عليه المجتمع الإسلامي شاء هو أنتم ما شوفون شنون مجتمع طايع حظه مجتمعنا لأنه بنو على هذه المناشئ وعلى هذه الأسس هم طايع حظه والمناشئ اللي يعدهم طايع حظه قطعاً راح تنتج مجتمع طايع حظه وهذا هو اللي موجود على أرض الواقع أرجعوا أقول له الرشيد الحسيني اللي طالب الناس أن يحسنوا الظن فيه وأن يحملوه على المحمل الحسن أنا شخصياً حينما أعرفك بهذا الواقع كيف أستطيع أن أحملك على المحمل الحسن لا يمكن هذا المحامل الحسن لابد أن تأتي منسجمة مع واقع بشكل منطقي نستطيع أن نحسن الظن فيه مع هذا الواقع ومع هذا المنطق كيف نستطيع أن نحسن الظن فيك وفي أمثالك وتعال تعال إساءاتك لرسول الله في الفيديو المتقدم هي أقبح من إساءاتك لأمير المؤمنين وما اعتذرت عنها وتلك الإساءات وهذه النسبة الباطلة من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة الأئمة وصفوها بالعقائد المكذوبة والملعونة ووصفو الذين يعتقدونها فضلا عن الذين ينشرونها ويعلمونها الناس من أنهم كذابون ملعونون فأنت كذاب ملعون بحسب باقر العلوم وبحسب جواد الأئمة وليس بحسب خالتي أو عمتي أنت كذاب ملعون حتى تتوب من عقيدتك التي هي عقيدة مراجع النجاف عقيدة السيستاني الذي أنت تمثله عقيدة الخوئي الذي أنت تمجده عقيدة هؤلاء من أن رسول الله ما كان يحسن القراءة والكتابة وأنت على هذه العقيدة المكذوبة على رسول الله والملعونة من قبل الأئمة فأنت كذاب وملعون بحسب باقر العلوم وبحسب جواد الأئمة وقد قرأت الأحاديثة من علل الشرائع عد إلى علل الشرائع في الجزء الأول إلى الباب الخامس بعد المئة إنك ستجد نفسك كذابا ملعونا بشهادة إمامنا الباقر وإمامنا الجوادي صلوات الله عليهما فكيف أحسن الظن فيك إذا كان الإمام الباقر يصفك بأنك كذاب ملعون والإمام الجواد يصفك بأنك كذاب ملعون لأنهما وصف كل من يعتقد بأن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة فهو كذاب ملعون فأنت كذاب ملعون وتدافع عن المراجع الكذابين الملعونين الذين ما أعلنوا توبتهم حتى نقول من أن الأحاديث هذه لا تكون حاكمة عليهم هذه الأحاديث حاكمة عليك يا رشيد وعلى المراجع الذين أنت تتحدث عنهم وتتحدث باسمهم وأقول للشيعة هؤلاء الذين تقدمهم لكم مرجعية أستيستاني مرجعية كذابة ملعونة وتقدم لكم مبلغين وخطباء كذابين ملعونين بحسب الإمام الباقري وبحسب الإمام الجوادي صلوات الله وسلامه عليهما كيف أحسن الظن بك إذن والأمر الأهم الأمر الأهم أنا أعرف أنك حكيمي الهوى لكنك سيستاني الجيب فهواك القلب حكيمي لكن هواك الجيب سيستاني وبالنتيجة الرب هو الجيب وليس القلب فربك جيبك أنت معمم نجفي والمعمم نجفي ربه اللقمة ربه الدينار والدرهام أنتم يا أصحاب العمائم عباد البطون والفروج هذه هي الحقيقة من الآخر ليس مهما هذا الموضوع أن أناقشه لكن النقطة الأساس التي لا أستطيع أن أتجاوزها وأن أحسن الظن بك وفيما تقول هو أنك سيستاني حتى لو لم تكن في قلبك لو لم تكن سيستانيا بشكل عملي وإعلامي أنت سيستاني السيستاني هو الذي وضعك في هذا الموضع محمد رضا هو الذي وضعك في هذا الموضع أنت في مجالسك الخاصة حينما يكثر الكلام عليك فتتحدث مع خواصك وتقول خواصك هم الذين يقولون إلا إذا كان خواصك يكذبون عليك أنا لا أعلم لكنني متأكد من صدقهم خواصك هم الذين يقولون من أنه لماذا يلومني الناس لماذا لا يلومون محمد رضا السيستاني لأنه هو الذي يأمرني بما أقول الكلام الذي أتكلم به هذا هو كلام محمد رضا السيستاني المفروض أن يوجه اللوم إليه هكذا تتكلم في مجالسك الخاصة كذاب أنت حينما تقول لماذا تلام المرجعية أنت في مجالسك الخاصة هكذا تقول فأنا أعرف خواص أصدقائك وهم الذين ينقلون كلامك ولا أشك في صدقهم أبدا بل أقطع بكذبك أنت هم الذين يقولون عنك هذا الكلام من أنك تقول لابد أن يوجه اللوم إلى المرجعية إلى السيستان نفسه إلى محمد رضا السيستاني لأنهم هم الذين يريدون مني أن أقول هذا الكلام وربما تحدثت بهذا بشكل مغلف في برامجك في برنامجك الفقهي وقلت مرارا من أن الكلام الذي أطرحه هنا ما هو كلامي هو كلام المراجع لكنك لا تستطيع أن تتكلم بصراحة فهذا الكلام ما هو بكلام حقيقي وأنت في مقام الاعتذار وأنت حرفت الكلام لا أريد أن أشير إلى كل ما جاء في اعتذارك بإمكاني أن أتناوله جملة جملة كي أرد عليه خصوصا لغتك البائسة وأعتقد أن دكتور أحمد الذي يحاورك هو يستشعر لغتك البائسة فهو شاعر وأديب وأستاذ عربية ماهر وحينما يتحدث هو يتحدث بلغة عربية سليمة أنت أنت اللي تخرط كلامك كل خرط بحسب موازين اللغة العربية وأعتقد أن أحمد العلياوي يشخص أخطائك لكن ما يصنع فإن الجيوب قد ملئت بالدولارات ملئت جيوبه بالدولارات فماذا يصنع فحينئذ لا بد أن يجمل حديثك وأن يجمل كلامك وإلا فكلامك من أوله إلى آخره معيب بحسب الموازين العربية ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة لأنني لا بد أن أشكل على كل جملة أنت تتلفظها وهذه القضية ما هي بمشكلتك فقط إنها مشكلة المرجع نفسه بيانات السستان نفسه فيها من الأخطاء وفيها من العيوب البلاغية والنحوية واللغوية والصرفية وقد ناقشت بعض بياناته وكشفت عن هذه العيوب والأخطاء في برنامج مطول يمكنكم أن تشاهدوه على الشبكة العنكبوتية ويمكننا أن نعيد بثه على هذه الشاشة إذا ما وجدنا فرصة مناسبة أنت كذاب ملعون بحسب الباقر وجواد الأئمة حتى تتوب من عقيدة الضلال التي تعتقدها وحتى وحتى لو تبت منها وبقيت تدافع عن المراجع الكذابين الملعونين الذين يعتقدون بنفس العقيدة المكذوبة الملعونة ستبقى كذابا ملعونة عليك أن تتوب من عقيدة ضلالك فيما يرتبط بنسبة النقص إلى رسول الله في معنى أمية النبي عليك أن تتوب من هذه العقيدة الضالة المكذوبة الملعونة وأن لا تدافع عن عقائد أولئك الكذابين الملعونين بلعن الإمام الباقري ولعن الإمام الجوادي من مراجع النجاف من الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وسائر المراجع من الأحياء والأموات كذبوني كذبوني وقولوا من أن المراجع لا يعتقدون بهذه العقيدة وأنا سآتيكم بكتبهم كذبوني وقولوا من أن الأئمة لا كذبوا ولا لعنوا هؤلاء وأنا سآتيكم بالروايات والأحاديث هذه هي المباهة الإمام الإمام الصادق حينما أمرنا أن نباهة أهل البدع بهذه الطريقة بالحقائق والوثائق بالعلم والمعرفة وبالثقافة والصدق وبالجرأة الواضحة هذه هي المباهة المباهة جرأة في الحق وصدق في الحق مع علم ومعرفة وثقافة وحجج قاطعة هذه هي المباهة لأن نكذب على الناس يا أيها الثولان الغبران نذهب إلى فاصل مشكلتك يا رشيد هي مشكلة مراجع النجف هي مشكلة عمائم النجف هي مشكلة حوزة النجف منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف يا رشيد أنت لست ناصبي أنت شيعي أنت شيعي أنت هاشمي أنت من عائلة شيعية أنت متدين هذه الأمور أنا أعرفها شخصيا عنك مشكلتك في المنهج الذي أنت عليه منهجك ناصبي أنت في حد ذاتك لست ناصبيا أنت محب لمحمد وآل محمد أنت تحبهم بصدق كما أن مراجع النجف كذلك كما أن أصحاب العمائم منذ زمان الطوسي الطوسي كذلك يحب محمدا وآل محمد لكن القضية ليست في العاطفة القضية في المنهج أنت في صلاتك يوميا تطلب الهداية إلى صراط مستقيم إلى المنهج إلى المنهج المشكلة في المنهج أنت لست ناصبيا أنت شيعي أنت هاشمي أنت متدين أنت من عائلة شيعية وهذا الكلام لا أجاملك فيه إلا حاجة لي بك ولا أجامل الآخرين فيه مشكلتكم في المنهج في المنهج وأنا سأثبت لك ذلك من نفس اعتذارك هذا الاعتذار الذي جهسته تجهيزا هذا السائل ما هو بسائل طار هذا أنت اتفقت معه هذا أمر متفق عليه جوابك مهيأ معد هذا أمر معد ما بينك وبين أحمد العلياوي وبين هذا السائل وبين الذين يديرون البرنامج هذه قضية مبرمجة وما في ذلك من عيب هذا من حقك أنا إذا اضطررت إلى أمر أقوم بنفسي هذا الأمر هذا هو الإعلام وهذا هو التبليغ أنا لا أشكل عليك أنك فعلت هذا وحق الحسين فإنني ربما أفعل هذا لو احتجت إلي هذا إعلام لا إشكال في ذلك لا إشكال من جهة شرعية ولا إشكال من جهة أدبية أنا أشكل على منهجك يا رشيد أنا ما عندي معك من مشكلة شخصية وحين وحينما أكون قاسيا في عبائري معك إنما أريد أن أوضح للآخرين سوء مرجعية النجف سوء منهجها أنت في اعتذارك بعد أن اخترت الكلمات ونمقت الجمال قلت شيئا يجب عليك أن تعتذر منه أن تعتذر اعتذارا عقائديا ودينيا سأثبته لك سأثبته لك أنت نسبت ما نسبت من النقص إلى أمير المؤمنين وجئت معتذرا هنا ولكنك في اعتذارك نسبت ما نسبت من النقص إلى نبي من الأنبياء نسبت ما نسبت من النقص إلى يوسف النبي فجعلت نفسه أمارة نفوس الأنبياء ما هي بنفوس أمارة لكن المنهج النصبي الثقافة النصبية التي عقلك مشبع بها هي التي تملي عليك ذلك فأنت نسبت الآية وما في مضمونها إلى يوسف النبي ويوسف النبي براء منها هذا كلام زليخة هذا ما هو بكلام يوسف النبي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارتهم بالسوء إلا ما رحم ربي هذا الكلام ما هو بكلام يوسف النبي لأننا إذا قلنا من أن يوسف النبي قال هذا الكلام جعلنا نفسه أمارة بسوء ونفوس الأنبياء أطهر من ذلك أنا نفسي أمارة بالسوء أنت يا رشيد نفسك أمارة بالسوء الذين يشاهدون البرنامج نفسهم أمارة بالسوء نحن نحن عامة الناس عامة الشيعة نفسنا أمارة بالسوء أما الأنبياء منزهون عن ذلك هذا الكلام في هذه الآية هو كلام زليخ ما هو بكلام يوسف والنبي واحدة واحدة أولا اعرضوا لنا المقطع الذي تحدث فيه رشيد الحسين بهذا الذي قلته في نفس فيديو الاعتذار في الواقع كان كلام على أنه كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان ونحن حتى عندنا في القرآن يوسف النبي يقول وما أبرؤ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء هذا افتراء على نبي ويجب عليك أن تعتذر منه من هنا قلت لك إنني لأ أصدقك لأنك على منهج أعوج حتى حينما حيأت نفسك للاعتذار فإنك أسأت إلى نبي ونسبت إليه السوء فحينما نسبت السوء إلى أمير المؤمنين هذا جزء من المنهج الذي أنت عليه وحينما نسبت السوء إلى رسول الله هذا جزء من منهج النجاف هذا هو الذي أتحدث عنه رجاء أعيد بث المقطع كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا مما جاء في كلام رشيد الحسين وبعد ذلك أستمر معكم في الواقع كان كلام على أنه كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان كلنا معرضون إلى وساوس الشيطان ونحن حتى عندنا في القرآن يوسف النبي يقول وما أبرؤ نفسي إن النفس السلام رحمة ربي هذا افتراء على القرآن فلا يوجد في القرآن لا من قريب ولا من بعيد ما يشير إلى أن الآية عن لسان يوسف النبي إذا رجعنا إلى السياق فإن السياق يشير إلى أن الكلام هو كلام زليخ الآية الحادية والخمسون بعد البسملة من سورة يوسف وما بعدها أتمنى أتمنى عليكم إذا كان المصحف قريبا منكم أن تفتحوا المصحف الحادية والخمسون بعد البسملة من سورة يوسف قالت امرأة العزيز من هي امرأة العزيز زليخ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق متى كان هذا الكلام بعد التحقيق الذي أجراه ملك مصر قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب لم أخنه بالغيب لم أخن يوسف بالغيب ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارتهم بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به لسا موجودا يوسف في المقام بعد أن تحدثت امرأة العزيز واعترفت وأقرت وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فذهبوا وجاءوا به من الحابس يوسف لم يكن موجودا فقرأوا السورة بدقة أقرأ الآيات مرة أخرى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب في حال غيبته فإنني صادقة في حبي له وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي هذه زليخة زليخة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم النفس الأمارة بالسوء نفس زليخة ما هي بنفس يوسف وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فكان يوسف في الحبس فجاءوا به بعد ذلك واستمرت تفاصيل القصة مثل ما جاءت في القرآن عودوا إلى سورة يوسف هذا بحسب القرآن فالذي يتحدث به رشيد الحسيني جحل بالقرآن وافتراء على القرآن وفوق ذلك هو نقض لبيعة الغدير لأن الأئمة فسروا هذه الآية مثل ما فسرتها لكم ومثل ما هي في السياق القرآن في سورة في سورة يوسف أقرأ عليكم مما جاء في أحاديثنا التفسيرية هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه الطبعة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 323 الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الآية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الإمام الصادق يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا أكذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل ثم قالت زليخة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء أي تأمر بالسوء فقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي هذا هو الذي بايعنا عليه في بيحة الغدير مشكلتك يا رشيد مشكلة مراجعك مشكلة أصحاب العمائم أنتم على منهج ضال نسبت القبائح إلى أمير المؤمنين وما اعتذرت حينما ضج الناس اعتذرت عن هذا فاعتذرت بعذر قبيح أيضا فنسبت السوء إلى نبي من الأنبياء لماذا لأنك على المنهج الناقض لبيعة الغدير نقضك لبيعة الغدير أسوأ من نسبتك القبائح لأمير المؤمنين فقد يشتبه الشيعي ويخطئ وليس يخطأ كما تقول يخطئ كلامك كله أخطأ من أوله إلى آخره فربما يشتبه الشيعي ويخطئ أنا وأنت وأي شيعي آخر وننسب العيوب إلى عليين ولكننا بعد ذلك نتراجع لكن المشكلة أن نكون ناقضين لبيعة الغدير فأنت في تفسيرك للآية تنقض بيعة الغدير لأن بيعة الغدير بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط لا أن نأخذ التفسير العمري هذا التفسير الذي أنت عليه هذا تفسير عمري وسأثبت لك ذلك هذا التفسير انتشر عند الشيعة بسبب الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي شيعي نسبا لكنه ناصبي عقيدة ناصبي فقها ناصبي أصولا ناصبي تفسيرا هذا هو تفسيره التبيان هذا التفسير الشيطاني النجس القذر من هذه القذارة انتشرت هذه المعلومة من أن الآية جاءت على لسان يوسف هذا هو الجزء السادس من تفسير التبيان وهذه الطبعة طبعة منشورات ذو القربة انها الطبعة الأولى 1431 هجر قمر قم المقدسة صفحة 155 في ذيل الآية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ماذا قال الشيخ الطوسي هذا إخبار عما قال يوسف على وجه التواضع لله لست أبرئ نفسي من السوء ماذا قال إمامنا الصادق ثم قالت قالت زليخ وما أبرئ نفسي إن النفس لأماهة بالسوء عودوا إلى المصحف سياق المصحف يختلف مع ما يقوله الطوسي سياق المصحف يأتي مع ما يقوله الصادق القرآن قرآن الصادق ما هو بقرآن الطوسي فأنت يا رشيد على هذا المنهج على هذا المنهج الناقضي لبيعة الغدير أنا وقفت طويلا عندك لست مهما عندي السيستان بكله ليس مهما عندي مراجع النجف بقضهم وقضيضهم ما أشتريهم بنعالم قطع حتى أنت أشتريك لكنني أريد أن أوضح لشيعة كيف يضحك عليكم كيف يضحك عليكم وهو الرجل نفسه مضحوك عليه هو متحضر ومرندج روحه وفستق تفستق بالحشي وعلى أساس جاي بالسبع من ذياله هو لا يعلم أنه قد نقض بيعة الغدير فسر القرآن بما يخالف علي وآل علي نقض بيعة الغدير ونسب القبائح إلى نبي من الأنبياء طلع لمن نقر أوطاح لمن نقر ثانية والسبب هو منهج النجف منهج الطوصي القذر هذا الطوصي القذر الذي جعل الآية على لسان يوسف والنبي هذا إخبار عما قال يوسف إلى آخر كلامه من أين جاء به هل جاء به من آل محمد أبدا آل محمد هذا كلامهم ثم قالت قالت زليخة وما أبرئ نفسي إن النفس لأماهة بالسوء أي تأمر بالسوء فنفوس الأنبياء لا تأمر بالسوء لا يمكن هذا فقال الملك اتوني به بعد أن اعترفت زليخة هذا الأخبار هذا الأثول الطوصي إنه شيخ الطائفة هذا الأثول لا هو الذي قرأ القرآن وذهب وفقا للسياق اللغوي والأذبي على المنهج العمري حسبنا كتاب الله حسبنا كتاب الله أن يفهم الكتاب بحسب اللغة فلو أنه رجع إلى المصحف وقرأ الآيات واعتمد المنهج العمرية بعيدا عن أهل محمد لوجد أن السياق يقوده بشكل اضطراري أن الآية جاءت في مضمونها على لسان زليخة وليس على لسان يوسف لأن يوسف كان في الحبس بعد أن قالت ما قالت زليخة أمر الملك بجلبه من الحبس ولو أن الطوسية هذا عاد إلى أحاديث أهل البيت وقرأها لوجد أن أهل البيت يفسرون الآية في سياق كلام زليخة الصادق يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا أكذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل ثم قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارت بالسوء أي تأمر بالسوء فقال الملك فقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي إلى آخر ما جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذن هذا الطفس الأغبر من أين جاءنا بهذا الهراء يخالف سياق القرآن يخالف قواعد اللغة والبلاغة والأدب ويخالف أهل محمد من أين جاءنا بهذا الهراء جاءنا به من الطبر إنه إمام الطوس فتفسير التبيان منقول عن تفسير الطبري هذا هو تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري هذا هو الجزء الثالث عشر والرابع عشر بضبط وتعليق محمود شاكر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة سبعة وتكررت الرواية أأخذ مثالا بسنده عن أبي صالح في قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال هذا قول يوسف قال فقال له جبرئيل ولا حين حللت سراويلك لأنهم يقولون من أن يوسف قد حل سراويله وأراد أن يفعل ما يفعل مع زليخة في الواقعة التي ذكرها القرآن من أن زليخة راودته عن نفسه في رواياتهم هم في روايات النواصب من أن يوسف قد حل سراويله وإذا ما وجدتم شيئا من هذا في كتبنا فهو بلسان التقية فقال له جبرئيل ولا حين حللت سراويلك قال فقال يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسؤل من هنا جاءنا هذا التفسير حتى مفسر النواصب عديدون منهم يرفضون هذا القول ويقولون من أن السياق لا يساعد على ذلك الفخر الرازي يرفض هذا القول يضعفه يأتي به ويضعفه سيد قط كذلك وآخرون من مفسري النواصب يعني أن تفسيرهم أفضل من الطوس ألا لحنة على هذا المنهج القذر كما قلت لكم قلت لكم مراجع النجاف أكثر وفاء للشوافع والمعتزلة من شوافع عصرنا لأن شوافع عصرنا غيروا كثيرا وحتى الذين على منهج المعتزلة بشكل مفرد من بعض الأساتذة عند النواصب هم أيضا غيروا ما غيروا في فكرهم لكن مراجع النجاف بسبب غبائهم وبسبب سفاهتهم وبسبب تخلفهم العقلي لا زالوا على المنهج الشافعي القديم وعلى المنهج المعتزلي القديم ولا زالوا يرددون نفس الهراء وهذا مثال أمامكم هذا المبلغ الرسمي لمرجعية السيستاني ما هو يتحدث يقول أنا أجريت آلاف اللقاءات وآلاف البرامج وآلاف الأحاديث ما هو هو الذي قال ذلك لماذا لأنه هو المبلغ الرسمي للسيستاني هذا هو حاله رتب أمور أو رندج الأمور وحيئها وعدلها وانتقى الكلمات وفي الآخر هو هذا فالمشكلة إها رشيد في المنهج في المنهج أنت من رأسك إلى قدمك معبأ بثقافة ناصبية قذرة والسيستاني كذلك وسعيد الحكيم كذلك والبقية كذلك والوائلي كذلك إنه منهج الطوسي الطوسي كذلك ما هذا تفسيره وهذه القذارة التي تفوهت بها بخصوص يوسف النبي وأنت في الوقت نفسه تنقض بيعة الغدير جئت بها من الطوسي أنا لا أعتقد أنك تعرف هذه التفاصيل فأنت طلبة علم دراستك محدودة ومنطقك لا يكشف عن علم ولا يكشف عن معرفة وعن عمق في الثقافة هذا واضح وأعتقد أن أحمد العلياوي يعرف هذا يعرف هذا ويستكشفه من خلال أحاديثك لكنه ماذا يفعل هو يجاري الدولارات هو لا يجاري كأنت بالضبط ذاك الذي في النجف يوميا قبل طلوع الشمس يذهب إلى بيت في محلتهم في النجف هذا بيت يجتمع فيه الإيرانيون يوميا يقرؤون تعزية تعزية على الحسين ولكن باللغة الفارسية كلهم إيرانيون كلهم فرس هذا الذي يذهب عراقي عربي لا يعرف كلمة فارسية واحد يوميا يذهب يوميا واحد من جماعة السئلة قال لأبو فلان أنت ما تقول لي شنو قصتك يوميا رايح يمذو للعجم يوميا قبل طلعة الشمس بالصيف بالشتاء بالمطار بالبرد أدري ما تفهمني أنت تعرف عجمي تعرف فارسي قال ولا طقه قال لأش سوي رايح قال الكعك مو عجمي والشاي مو عجمي والريوق لمرتب بعدين ينطون مو حجمي هم يحشون عجمي بس الكعك الكعك مو عجمي الشاي هم مو عجمي ما يحتاج أتفاهم يا بلغة عربية أو فارسية هذه لغة عالمية أحمد العلياوي أيضا هو مشكلته مو مع رشيد الحسيني هو يتفاهم ويد دولارات مو مهم شي يبرذع شي يقول رشيد الحسيني عرفت عرفت يا رشيد لو ما عرفت وأنتم وأنتم والشيعة منفدوا روحوا لطولكم طولة طولة النخلة واحدكم وعقل عقل الصخلة تأخذون نينكم من ذول السرابيت ذول السرابيت السيستاني ما أنا قلت لكم قبل شوية السيستاني أي معمم يجيب سربوت وأي سياس يجيب سربوت قاعدة من الآخر تردون بعد شيء أكثر من هذا الحلقة صارت طويلة طويلة صارت الحلقة طويلة نعود إلى لغة الحجاز الحلقة طال وقتها نلتقي غدا للحديث صلة صلة وصلة وصلة لكنني في الآخر أقول زهرائيون نحن قارنوا 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 بين المنهج الزهرائي وبين المنهج السيستاني قارنوا 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 بين المنهج الزهرائي وبين منهج السرابيت قارنوا قارنوا إذا كانت عندكم عقول زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله كيف أشكرك يا بقية الله كيف أشكرك يا بقية الله كيف أجازيك يا بقية الله زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي أسألكم دعاء جميعا في أمان الله